خصوص الدعم المسندة لمنتخبنا الوطني الأول لأن ده أمر مهم. لكن التشكيل زي ما حضركم شايفين كده على الشاشة. هو تشكيل غريب شوية. صح؟ آه صح طبعا. تشكيل غريب مش شوية لا جدا. عندك حق. آه ممكن نقول إنه هو بيختار أو فيه مثلا أتنين عايز يريحهم عشان إنذارات. أعتقد شريف وحد كمان مش فاكر مين. تمام؟ وعشان ماتش الجزائر وكلام من ده. لكن في نفس الوقت لو ده الرسمة اللي حضركم شايفين على الشاشة اللي نازلة من خلال الصفحة الرسمية الاتحادة لمصر لكورت القدم لتشكيل منتخب مصر في الملعب فهنا يبقى فيه مشكلة. التشكيل زي ما حضركم شايفين بحمد شناو في حراسة المرمة خط الدفاع عمر كمان عبدالواحد باكرايد بلعبها في فيوتشر ما فيش مشكلة أحمد حجازي الوينش مساكين بقى لهم كتير مع بعض وفيه تجانس وتفاهم كبير وأحمد فتوح الموهوب جدا باقتنع بيه جدا في الحياة كظهير أيصر. تعال بقى في نفس الملعب عمر سليا طبيعي جدا يبقى موجود. لكن تعال بص المفاجأة دي. أيمن أشرف طبقا اللي موجود هنا ارتكازي في نفس الملعب. أو ياسيدي لو هو بيلعب 4-3-3 فهو بيلعب قدام عمر كمان عبدالواحد. إلا إذا هم كانوا عايزين يعكسوا أيمن أشرف مكان سليا يبقى أيمن أشرف إيه قدام أحمد فتوح. بس مش مان. يعني أيمن أشرف عمره ملعبها عطي. يعني أنا بتابع أيمن من أيام الناشئين في النادي الأهل. عمره ملعبها هو لعب مدافع ولعب زهير قيصر. لكن المكان ده غريب جدا. طب إلي خليه يلجأ لأيمن أشرف في الحتة دي. طب انت عندك مهند لشين موجود عدك. أه حمدي فتحي الحمد لله سليم كل حاجة لكن برتوكول الفيفا بيقول إن لأ لسه لازم في برتوكول طبي معين يطبق وبعيكا يعود للمشاركة. لكن هو سليم وزيف فل فبالتالي هو كيكا مش هيلعب. لكن عندك مهند لشين طب ما هو موجود ده في نص المقن من أحسن لعب في مصر في نص الملعب. فغريبة أولا طب عندك أكرم توفيق أكرم من الناس اللي عندهم إن ظرفه ممكن مش عايز اللعبه هو محمد شريف عشان مطش الجزائر عنده حق في دي. طب ليه مش مهند فدي حاجة غريبة. حسين فصل من اللعيبة المميزة جدا جدا مع سموحة السنة دي وعمل موسم كويس فما فيش مشكلة خالص إن هو ياخد فرصة ورؤية من الجهاز الفني طبعا تحترم. أحمد السيد ديزو لعيب كبير أحمد رفعت في مكانه لعيب كبير ومروان حمدي لعيب كبير. لكن أيمان أشرف مش في مكانه خالص. هي دي النقطة. لكن خلينا نحطها في إيه؟ في إطار التجربة. في إطار الاستكشاف بما إن الرجل بقاله شهر ونص إلى شهرين مع المنتخب. فبيستكشف بيجرب لأنه مش حيبقى بصراحة يعني أنا بشوف من وجهة نظر يعني إن مش حيبقى منطقي أبدا أبدا إن إحنا نحاسب الرجل على طول كياس العرب. ده ما يبقى الشغل صح. ده يبقى هو انتقاد لمجرد الانتقاد يعني. لازم نحط كل حاجة في الصورة بتاعتها وندي كل حاجة حقها. فده أمر كان مهم. نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا. وبالمناسبة ناس كتير بعد ما شافوا الدور الأول من دور المجموعات في كاس العرب. بعد ما احنا كسبنا لبنان بالعافية 1-0 من دور الجزائر لأفشة. وشوفنا الجزائر بتكسب أربعة أو خمسة. أو أكسبة أربعة. وشوفنا تونس بتكسب خمسة. والمغرب مش عارف تكسب كان. فقلنا إيه ده؟ الناس دي جاي مش بتهزر والناس دي تقيلة جدا وعايزين يكسبوا البطولة. وشوف الأداء وشوف الحلقة وشوف المتاعة. تعال بقى في المطش التاني. تونس خسرت 2-0. الجزائر كسبت لبنان اللي تفرج على المطش قبل الحلقة. كسبت لبنان بالعافية اللي احنا كسبناها أيضا بالعافية. لبنان منتخب واضح أنه محترم. 2-0. فبالتالي إيه؟ مش عايزين نتصرع في الحكم على أي شيء. المنتخب الوحيد اللي ماشي بشكل ممتاز لحد دلوقتي هو المنتخب المغربي. مقنع مبدع ممتع. بصراحة يعني. من المنتخبات الصعبة جدا. لكن إن شاء الله ربنا يكرم المنتخب النهاردة يكسب. ومش لازم نركز على الاسكور يا جماعة مهم من إحنا نقتنع بالأداء شوية. يكسب ويتبقى الدنيا حلوة. فهتلاقي إن إحنا في الراسنا بقت متساوية مع المنتخبات الأخرى. سواء الجزائر أو تونس مثلا. والمغرب فرقة بشوية عننا. فهنشوف بطولها كويسة كمان في الأدوار الإقصائية في الحياة بالتحديد. وانت في كل أحوال عايز تكسب مبارياتك بغض النهاردة حتقابل مين أو مش هتقابل مين ناس. بتقول عايزين نكسب النهاردة والجزائر. عشان نقابلش المغرب اللي هي عتكون أول المجموعة. يعني ما نتلعش التاني المجموعة عن قابل المغرب. فبالتالي ده أمر غاية في الأهمية. مهم جدا المتابعة بالمساندة والدعم المنتخبنا الوطني الأول. ده فيما يتعلق بمنتخب مصر.